اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية بتحويل مأساة عشرات الألاف من المفقودين إلى مصدر للربح المادية عبر تحصيل أموال من أقارب المختفين مقابل إمدادهم بمعلومات عن مصيرهم وأصدرت المنظمة تقريرا يوثق عمليات ابتزاز من قبل وسطاء للأسر التي تسعى للاطلاع على مصير ذويها وأماكن احتجازهم واعتبر مدير برنامج الشرق الأوسط في المفنظمة فليب لوثر الاختفاء القصري بمثابة جرائم ضد الإنسانية قال إنه يستخدم كوسيلة لبث الرعب وصحق المعارضة